السلام عليكم بمحطة لوكاتة وبطلطة سنة عشرين وحد عشرين وفيديو بديد. النهار ده هنتكلم معان شهر خمسة بقى والفترة الاخيرة ان شاء الله في سنة العامة وتعمل فيها ايه والحاجات البرده اللي تتجنبها فيها يلا ان شاء الله نبدأ الفيديو عشان ما نتأخرش عليكم وعشان نرسوا يوم وعشان تذكروا وتعملوا كل حاجة دي مبدين انتم في شهر خمسة انتم ما بتعملوش اي حاجة في حياتكم غير انكم تذكروا والله يشوفوا سبحان الله حاجة بسيطة خالص ايه بس انت فعلا مش ولك حاجة غير ان انت تتذاكر وتقعد عالكتاب طول اليوم في الاوضة بتاعتك بتذاكر لو هتنزل لو هتروح درس مثلا لو هتفصل بالفطار بالصحور بصلا خلاص تمام مفيش مشكلة بس انت طول اليوم بتذاكر في حدود مثلا 12-13-14 ساعة على قد ما تقدر تزود واحد يقول لي ايه ده هذاكر 14 ساعة وانا قادر مش هفقي حبيبي يعني هم هم شهرين 60 يوم ولا حاجة وخلاص بقوا تخلص من كل القرف دوت فاسترجل كده وان شاء الله يعني هتقدر مش كتير خالص ان انت تذاكر 12-13-14 ساعة في الفترة ديت او ما بقولش ان هي متواصل انت مش هتقعد على الكتاب كده هتتكفي عليه وطول اليوم لأ بتفصل بس كتوتل كوفرقول لا لازم انت تقعد كتير على الكتاب عشان تنجز وتخلص ام السنة ديت طيب ايه اللي المفروض اعمله في الفترة ديت في السنوية العامة المفروض ان انت بتراجع المناهج كلها تاني وبتحل عليها لو كنت اصلا بدأت مراجعة ايش تكمل بيها لو مكنتش بدأت مراجعة فا انت هتبدأ من بداية خمسة او من الوقت اللي تسمع في الفيديو ده هتبدأ تراجع درس درس او باب باب وتحل عليه من كتاب واحد عشان ما تتشبتش كتير وعشان ما تديش حاجة اكتر من حجمها او حاجة تأثر فيها لأ احنا هنمشي كله توازن كده كتاب 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 ونوازي بين المواد كلها عشان ايه نخلصه اعم انت ان شاء الله اكتهت والحمده اللي عرفت مثلا تخلص باب معين ولسه افضل لك وقت ماشي حل في كتاب تاني زود تخلصت الكتاب بتاعك بتاع المراجعات كتاب تاني او صور من الناس من صحابك صور من كتاب مدرس المهم ان انت هتتصرف يعني في حاجة تاني ما تقولش خلاص بقى لا انا ما جبتش حاجة فانا مش هحل تاني او ان انا ايه جبت عشرين كتاب وتقعد تحتهم قدامك على المكتب وانت ايه ما بتنجرس فيهم اي حاجة قول انتو تقريبا انا هتكلم عن المعلوم يعني بس الادبي وعلم الياضي في الحدود برضو دي يعني مش هتبها مختلفة كتير قوي بس في حدود كوائي المواد العلمية بتاعتكو الفيزياء مثلا ثمان ابواب الاحياء ستة الكيميا خمسة او يعني العضوية كبيرة شوية الجيولوجيا برضو تمانية او سبعة فكاوفرول كتوتل ممكن يوصلوا مثلا تلاتين فتلاتين على تلاتين يوم بتوع شهر خمسة كله فانت لو خدت كل يوم باب واحد يا راجل يعني في ابواب اصلا عشر صفح وابواب مش عاف تمن صفح فحاجات يعني ممكن تخلص اصلا في ساعتين تلاتة بالحل بتاعها فتلاتين مسلا باب عموما لو خدت كل يوم باب واحد وده دي المواد العلمية بتاعك او خدت مسلا باب واحد في المواد الادبية بتاعتك تاريخ جغرافيا او كده او حلت على وحدة رياضة كاملة او رجعتها مسلا وحلت عليها الكل مسلا ممكن ياخد منك نص اليوم مسلا هياخد منك ست سبع ساعات مسلا باب وحل بتاعه ولا اي حاجة خالص حاجة مسلا انسيها تروح تسمع لها يوتيوب تاني مفيش اي مشكلة خالص ومش غلط ان انت تسمع يوتيوب في الفترة دي بس تبقى الحاجة اللي انت محتاجها مش تبقى مش تفضل تسمع على الالفاضي والمليان يعني عشان ما نضيعش وقت اكبر ادي اولتلك اهو نص اليوم هتعمل فيه الحوار دوت هترجع على باب معين من اي مادة عندك علمية من الاربع مادة العلمية او ادبية لو انت ادبي او اي برضو لو ازهر مفيش مشكلة خالص كل الموضوع ده هيمشي على كل الناس نص اليوم التاني او لو ايا كان هيفضل قديم مثلا تلاتة اربع خمس ساعات من باقي اليوم ده هتثبت فيه المواد اللي هي بتاعت العربي والانجلش والفرنساوي ممكن تبدل بين الانجلش والفرنش يعني ممكن مثلا تاخد يوم وحدة انجلش او وحدتين تلاتة على حسب انت يعني بقى وشطرتك واليوم التاني بس اداخد فرنش بس العربي ده تثبته العربي ده تثبته كل يوم مسلا مسلا يوم نص يوم قراءة يوم قصة يوم مش عارف نحو والنحو يا ريت يا جماعة دي حاجة جميلة قوي كنت بعملها في الفترة دي لجاية اخر السنة ان انا سبت حاجة معينة اعملها كل يوم زي ايه مسلا سبت تحل قطعة نحو كل يوم كل يوم كل يوم وليت الحاجة بتتكرر يعني الموضوع هيفرق معكم جدا يا جماعة في اخر السنة انت مستوعب يعني ايه تحل قطعة نحو على مدار ستين يوم يعني ستين قطعة نحو ده انت رتحل قطعة واحدة قطعة واحدة مثلا بتتحلق في عشر دقيق ربع ساعة تخيل انت مسلا حلت قطعتين هيبق مية وعشرين قطعة على اخر السنة في مجرد شهرين اتنين فالموضوع فعلا بيفرق لو سبت مسلا متحان انجلش واحد انت اصلا قلصت المنهج فلو سبت متحان انجلش بس متحانات كلها بقت ربنا عنكم ان شاء الله بس في حاجات سبتة يعني اكيد مش هتضغير نحو يعني لازم هتتسائله في النحو لازم هتتسائله في التراجم معارفش هتتسائله فيها ازاي بس هتتسائله فيها بس ده كل اللي انت محتاج تعمله خلال الشهر دوات لغاية لما مسلا توصل ان شاء الله في اول ستة بازن الله كده هتبدأ مسلا تبقى تجيب مراجعة شاملة للمواد كلها لو في باب مسلا واقع منك هتجيبه وتحل بقى تحل 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 تفضل تحل طول شهر ستة ده متحانات شاملة على المادة كلها زي قعدة المتحان ان شاء الله واكيد الكتب بتاعت المراجعة بيحطو لكم نفس الاسلوب دوة في الكتب بتاعتهم فاهتموا ان شاء الله بالفترة الجاية يا جماعة وان شاء الله ربنا عنكم وتعدى على خير وهيهانت جدا يا جماعة بس حاجة اخيرة حبي بتنوها عليها لو فيه ناس بتحب تمشي على الجداول انا شخصيا ممكنش بحب قوي النوعية الجداول ديت بس استاذ براهيم الغندور المدرس جولوجيا معروف جدا ما شاء الله على الفيس بعمل لكم برضو الجدول ويقسمها ايام واسابيع وهكذا للشهرين شهر خمسة وستة هتلاقوه في او في اول كومنت وده الشكل بتاعه لو الناس بتحب تمشي على الجداول يعني وحابة ان هي ايه تتابع معاه بس ده كنت اللي كنت حابب اقوله في الفيديو ودعوتكم ليه على الفطار ان شاء الله لو اللي حقتوا الفيديو ده على الفطار اوصفتوه في تاني يوم او اي حاجة المهم تدعولي انا خدت بريك كده في الاتحانات بتاعتي اجلوها شوية فلسه مخلصتش فبس كنت حابب ان انا نزل الفيديو لاني بقى ليه تقريبا ثلاثة اسابيع ما نزلتش حاجة فبس ده كل اللي كنت حابب اقوله وبالتوفيق دمتم كافحين سلام عليكم الله اوكاتو بصوا يعني ايه زينة وفوانيس بتنور ونور بصوا يعني خلاص لاحت خلاص يعني جايب من الاخرى اوه ملكوش اي حجة خالص سمين تقولولي حد بقى وظبت نفسك وتطور وبتاعه هنا بتطور اوه اوه